صباح الخير الحلقة 193 في سلسلتنا كابسولة صباح الموضوع بتاعنا النهاردة الجزء التاني من اللي بدأنا مبارح امبارح اتكلمنا في معظم الموضوع والنهاردة في جزء اي صغير عايزين نكملها فاللي مش عرف احنا بنتكلم على ايه يرجع اتفرج على الفيديو رقم 192 انا كان بقيتفرج على اليوتيوب او لنكت ان او في اي مكان تاني اه اتكلمنا عليها ان هي اه كانت في الكتاب بتاع بيتر دراكر واحدة من كزا اه اسلوب اه للانترابرنيرشيب اه استراتيجيز للانترابرنيرشيب اللي بيفتح بزنس جديد او اللي بيؤسس شركة اه بعض الاساليب والستراتيجيز بتاعتها مش هقول انا انا ملم بيها كلها بس اتكلم على حاجة زي ايه اقال حاجة زي ايه طول بوث استراتيجي زي ايه استراتيجي بتاعت الكارتة يعني تمسك لك حتة في الماركت زي مسلا يبقى في عندك قطع يعني قطعة غيار مسلا لحاجة كل الناس بتنتجها بس انت الوحيد اللي بتنتج دي فتبقى زي كارتة كأنك ماسك الطريق محدش يقدر يعدي منك ده طريقة ان انت تبقى عندك سوق مش كده مخصص بيك لو انت ايه بتفتح شركة جديدة او بتدخل في صناعة جديدة اه واحدة تانية بقى اللي احنا بنتكلم عليها كانت وهي انك تبقى عندك مهارة خاصة مش عند حد تاني وبتبقى شاطر فيها قوي وبالتالي برضو ايه كل اللي حواليك محتاج بيجي لك انت في الموضوع ده ما فيش حد تاني بيفهم فيه لانوا مهارة خاصة وانت الوحيد اللي ايه اللي حس انتها اتكلمنا فيها ليه عشان احنا ممكن نعكس ده على حياتنا الشخصية ان احنا في الكارير بتاعنا نتعامل مع نفسنا كده كان لنا شركة برضو عندها موارد وبتدور على نيش ماركت دور على حتة خاصة اه تدخل فيها اعرف خليك متابع خليك متابعة للحاجات اللي جاية جديد في السوق اللي انت بتشتغل فيه في المجال اللي انت بتشتغل فيه الحاجات دي غالبا بتيجي كل كم سنة مش هتبقى يعني ايه مش كل كم شهر ولا كل يومين هتلاقي فيه موضوع جديد فخلي عينك على التراندز الجديدة التراندز اللي هي برضو مش تقليعة جديدة الحاجة اللي هتيجي هتغير زي ما قلنا ايه دخلة الاي تي كده دخلة الموضوع بتاع استخدام الموبايلات والموبايل داخلت برضو في حاجات كتير جدا اه كلمتوكو انا عن موضوع انا مثلا جربتو زي انت زي ففي مواضيع مختلفة تلاقيها جاية من ماركتز تانية ومن تانية وتبديل تلاقيها ايه زحف على الماركت اللي انت فيه ممكن تبقى مهارة خاصة تلحق بدري بدري لو عجبك الموضوع او عجبك الموضوع مش اللي هو لازم يعني لو عجبك الموضوع تتعلمه تبقى مهر فيه تنجح فيه كويس تبقى شاطر فيه فهي الوقت اللي ايه ان انت دلقتي بقيت انت عامل لنفسك نيش محدش تاني بيعرف يعمل الحكاية دي غيرك او غيرك فالناس تبتدي تجيلك تبتدي تقدر تعمل لنفسك سعر في السوق كويس النهاردة بس الحاجة اللي عايزين نكمل عليها هو انه نخلي بالنا مشكلتين في الموضوع ده المشكلة الاولانية انه ده واحدة من واحدة من مش ان هو خلاص ده طريقة انا مش بقول ان دي الطريقة بتاعت النجاح في الكرير انك تغطي تدور على لا او دي واحدة من الحاجات انا اقول لك انا انا عن نفسي جربت الموضوع ده كم مرة وتعلمت ما عجبتنيش ما كملتش فيها ودلوقتي مكمل زي ما انا في مجال زي اه زي بتكلم في موضوع اصلا قديم وناس كتير جدا بتكلم فيه فما هواش انا داخل عادي قررت لا انا عجبني انا ومبسوط بحاجة ما انا بحبها فيها تنفس كتير بس هبقى عندي فيها بحاجة اللي بعملها فالسبيشالتي سكيل نيش ستراتيجي دي في رأي اه ما ناخدهاش مش بقولكم ان احنا هدي الطريقة الوحيدة وانما احد الطرق اللي ممكن تفكروا فيها الحاجة التانية بقى سواء للافراد او حتى للشاركات مشكلة هي ايه ان انت لما تدور لنفسك على حتة خاصة وتاخدها ليك لوحدك ان بعد شوية مش هتبقى حاجة خاصة بعد شوية الموضوع هينتشر اه ممكن في الاول زي يقول ما برضو تسانيش ستراتيجي برضو مش انت بعد شوية انت اللي والله انت اللي ماسكت انت اللي ماسكت صناعة قطعة الغيار المهمة دي اللي كل الناس بتحتاجك فيها بعد شوية خلاص الناس تانية تعلمتها زي مثلا اول شركة مثلا تعمل الشاشات مثلا الازاز مثلا على الموبايلات او شاشات مثلا على الموبايلات او بروساسور معين مثلا في الموبايل بقت كل شركات بتشتري البروساسور من عنده بس بعد شوية خلاص المعلومة تعرفت ما بقتش نيش نفس الكلام سبقت وتعلمت وبقت واخد حتة لوحدك بس بعد شوية الناس كتير اتعلمتها ما بقتش برضو ايه حاجة خاصة يبقى عبها هي ايه ان ممكن تبقى بعد كده تطلع برا الخدمة وما تبقاش حاجة خاصة في الحالة دي بتعمل ايه بتلاقي لك تانية بتلاقي لك نيش تاني او تكمل طريقك بالطريقة العادية اه فزي ما قلنا هي ما هياش الطريقة الوحيدة للنجاح وعبها ان بعد شوية مش عشان دخلتها برضو هتروح مريح وتفتكر انت كده او انت كده وصلت وحققت كل حاجة بعد شوية مش هتكون مهارة خاصة بعد شوية ناس تانية هتتعلمها والتنافس سيبقى شديد وزاعتها الماركت ده ما بقاش نيش ومحتاج حاجة ملتين يتكمل فيه ومتقبل ان بقى فيه منافسة اللي بتحب تشتغل بيها او تشتغلي بيها سواء على حياتنا كافراد وكريم بتاعنا سواء اللي بيعمل شركة او شغل ده كان الموضوع بتاع يارب يكون يخلينا نفكر شوية وانا لان ده يمكن الهدف بتاعنا من الكابسولات بتاعنا حاجة وفكرة تخلينا نشغل دماغنا ونعيد النظر في حياتنا اليومية لان هو اعادة النظر دي هي دايما اللي بتقيه بينتج عنها افكار جديدة خطط جديدة ووعي كده عن اللي بيحصل حوالينا وهو ده بقى اللي اقول لكم فعلا بيبقى مفتاح النجاح ربنا يفتح لنا وعليكم ان شاء الله وشكرا على متابعتكم وفضلنا خلاص سبع حلقات مع بعض ونقفل الرحلة الطويلة دي فشكرا لكل اللي تابعني وكل اللي لسه بيجوين دلوقتي معايا يكمل السبع حلقاته ويبقى يرجع يسمع المية تلاتة والمية تنين وانسانين حلقة لفيته شكرا وصباحكم جميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة